حضراتكم ونتفق أن كل الفوارق على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي بتصب في مصلحة النادي الأهلي من ناحية البدنية اتكلم زي ما انت عايز من ناحية الفنية من ناحية المهارية من ناحية الخبرات والتتويق بالبطولات كل ده في مصلحة النادي الأهلي والحقيقة أنه كل ده ممكن ما يكونش ليه المرضود الكافي ليه بقول كده؟ لأنه بالحسابات المنطقية الأهلي هو بطل إفريقي لكن الكورة بتتكلم لغة مختلفة الكورة بتقول كلام غير وفي معطيات تانية كتير جدا مهمة جدا أنها تكون حضرة عشان تقدر تحسم بطولة بحجم بطولة دوري الأبطال ولو كانت الموضوع بالحسابات المنطقية وكفة مين أرجح من مين كانت الكورة بقت رياضة خالية من المفاجأات الكورة علمتنا أنه دايما ما فيش كبير وأنه الأرقام والحسابات بتسيبها فقط اللبس وإنت نازل أرضية الملعب عامل تانية مهمة جدا أولها وأهمها التركيز اللي فقدانه ولو لثانية واحدة ودي دروس كتير جدا نتعلمناها على مدار مواسم في الأهلي وفي غير الأهلي فقدان تركيزك لثانية واحدة في المباراة ممكن يغير نتجتها الجدية تاني العوامل فكرة التهاون أو فكرة اعتبار أنه كفتك أرجح من كفة الخصب في أوقات كتيرة جدا غيرت مجرى مباريات وغيرت نتيجة بطولات والأهم من كل ده الحقيقة نتمنى إن شاء الله يكون مع فرقتنا يوم السبت اللي جاي هو التوفيق التوفيق الأسف الشديد ممكن يغيب عن فرقتك وغيب الحقيقة وقدام كايزر تشيفز أعتقد واحد من أهم العوامل اللي وصلت كايزر تشيفز لأنه يواجه النادي الأهلي في المباراة النهائية كان غياب التوفيق على فريق زي الوداد زهاباً وقياباً مبارتين تسيادهم بالكامل وبسبب غياب التوفيق تمكن كايزر تشيفز من تجاوز عقبة الوداد والوصول للمباراة النهائية التركيز الجدية التوفيق ثلاث عوامل نتمنى إن شاء الله بإذن الله إن هم يسندوا النادي الأهلي في مباراته وموجهته أمام كايزر تشيفز وإن شاء الله بإذن الله الغلبة تكون لنا بس أنا حدد النهاردة ترجمة نانسي قنقر